الزام المسؤولين في إسرائيل الخضوع إلى جهاز كشف الكذب نتنياهو وهو أكبر كذب في العالم نتنياهو ده أكبر كذب في العالم يعني ده اللي يتعمل له جهاز لوحده كده كذب قبل ما يعني هو الكاذب الأكبر في العالم والمخادع الأكبر في العالم نتنياهو طبعا عنده المجلس الحرب اللي عامله مجموعة مجرمين يعني مجراء مرتكب يجراء محاربوا كلهم كلهم حصل خناء اليوم الخامس اللي فات في المجلس ده والاجتماع فطلعوا اتكلموا فضحوه وخناءات وقال لك شتايم والدرجة فيه انسحابات حصلت وخلافات كبيرة جدا وانسحاب على فكرة أقول لكم حاجة مهمة أوي وخطيرة جدا خلي بال حضراتكم القادم تفكير اسرائيل ايه وقف الابادة لا هيستجيبوا لأي ضغوط لا الامريكان وبلينكين عامل جولة ورايح ولف الدول كلها وعندنا الساعات اللي جاية اه وموجود دلوقتي في المملكة العربية السعودية مع الامير محمد بن سلمان حاليا في العلا اه وكان مع الشيخ محمد بن زايد من شوية اه وانبارح في قطر نعم وقبلها مع الملك عبد الله اه وقبلها في تركيا اه مع هاكان في دال وزير خارجية نعم وجاي مصر وقبل الرئيس وقبل وزير خارجية اه نتنياهو لن يقبل بأي شيء عايز يعمل ايه عشان يبوص كل الحكاية دي بوصها هيعمل حاجة واحدة هيعمل حاجة واحدة بالمناسبة اللي هلولكو ده هو الكتاب كتاب إسرائيل يعني ده افتح الكتاب 2008 2010 2005 93 95 99 2014 2020 2014 2030 افتح الكتاب ايه هو الكتاب عندما تقترب اي حكومة من اي كلام على دولة فلسطينية يحلوا الحكومة حكومة حكومة تستقيل ويعملوا انتخابات مبكرة محروفة الحكاية دي تاريخيا مش عايزين يبقى فيه حكومة دولة فلسطينية ابدا نتنياهو خلص تعمل دولة خلص دعوة الانتخابات مبكرة انتهى الموضوع خد بقى انتخابات بقى واحنا داخلين انتخابات امريكية فاعدي بقى شهرين ثلاثة اللي جايين ومعاك لحد الصف ما يعدي ويا السلام داخلين عن انتخابات الرئاسية الامريكية في نوفمبر ويعدي عام 24 من غير ما بيبقى فيه تحرك واحد نحو دولة فلسطينية مستقلة تاني بقولك انا بقولك النهاردة تمانية يناير 24 هفكرك ويدينا ويديكم العمر في 31 ديسمبر ان شاء الله في احتفلات رأس السنة ان شاء الله وعلكو خير ان انا قلت لحضراتكم في تمانية يناير 24 واحنا النهاردة بإذن ها ويدينا ويديكم الصحة يا رب والعمر يا رب وطلط العمر يا رب لن يحدث ربين ربين خلصوا اسلوا و93 ويلا نبدأ واعتراف واعتراف متبادل والسلطة وانتخابات وغيره ويدوب ربين بدأ يتحرك نحو اجراءات ربين اتلوه اغتالوا ربين عن 95 ثم ليجي بعده ليجي بعده ونتنياهو يقرب فيستقيل يجي مش عارف حكومات متعقبة كله يستقيل مش حد بيقعد مش حد بيقعد ولا هيقعد خليوا لكم من اللي جاي اللي جاي الحديث الآن حول حكومة تستقيل الدعوة لانتخابات مبكرة والدعوة لانتخابات مبكرة بتتكلم على ثلاث شهور فعدينا نص السنة هندخل على نص السنة يعني خلي شهور خمسة ولا شهور ستة انتخابات مبكرة بالنسبة لهم ونعمل انتخابات وبعدين نشكل حكومة وبعدين اقتلافات وبعدين نحصل خناقة ونوصل لأخي زي ما بقولك كده ده كتاب إسرائيل ده كتاب إسرائيل أي كلام على إنه في دولة قريب مش هيحصل أبدا مش احنا العايزين لكن هم مش عايزين أبدا مش عايزين يبقى في دولة فلسطينية فهيعملوا كده خناقة دلوقتي انسحب من كذا والتاني انسحب عشان نتنياهو يستقيل طب ما ده طب ما ده كتاب بتاعك هو يعني انتو فاكرين ده انت بتتفق انتو كلكم متفقين على ده كلكم متفقين على ده مع الأمريكان هيجي في وقت كده نتنياهو هيروح كل اللي بيتعمل ده وأنا بقول لكم كل اللي بيتعمل زي ما بيقولوا كده خلاص انتخابات ولا الحكومة اللي جاية ولا شي هيفضلوا إبادة في شعب الفلسطين أنا بقول لك هيفضل إبادة النهاردة بيعمل ايه والنهاردة ما بيعملش زي ما كان بيعمل بلايات اللا لا بيعمل عمليات خاصة المرحلة التالتة بدأها العمليات الخاصة بس بيعمل يستهدف مناطق بعينها ويستهدف أشخاص بعينهم شغال على ذات بالوقت لكنها يتوقف لن يتوقف لن يتوقفوا لأنه فيه دعم أمريكي